على قمم الجبال أحيانا بعضنا ينظر إلى هؤلاء ويرى كأنه في قمة جبل لا يمكن أن يصل إليهم أحد إذن تعالوا معنا جميعا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على مثل هذا أما السلام فهو بمعنى السلامة أنت لما تقول لشخص السلام عليكم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغالقة للشرق قلوا أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وعن أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله فضل الصلاة وتوم التسليم أما بعده والإخوة والأخوات أحمد الله تعالى الذي يصر هذا اللقاء بكم وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون إلى مثل هذه البرامج ويستفيدون منها وفي الحقيقة أيضا أشكركم جزاكم الله خير أن تتابعوا مثل هذه الحلقات الدينية التوعوية وذلك لأننا الآن أصبحنا في وقت كثير من الناس إذا أخذ الريموت كنترول بدأ يضعها على امرأة ترقص قد كشفت أكثر مما سترت أو يضعها على من يضم أو يقبل أو يداعب الشهوة التي يعني أو الغريزة التي عندها لكن كونكم جزاكم الله خير تنتظرون وتتابعون مثل هذه الحلقات الدينية هذا إن شاء الله تعالى يدل على فضلكم وسلامة قلوبكم وارتفاع إيمانكم أنا أقول هذا الكلام ليس لأجل يعني أن تعجبوا بأنفسكم لا إن شاء الله تعالى أنكم على خير لكن لأجل أن يتقي الإنسان ربه جل جلاله فيما ينظر إليه في خلال هذه الشاشة وأن يصبح مراكبا لله تعالى في إطلاقه لبصره فإن رأى شيئا ينفعه في دنيا شيء يتكلم عن تجارة عن اقتصاد مثلا أو عن أي شيء من أمر الدنيا أو طب أو هندسة أو غيره تابع أو رأى شيئا يفيده في أمر دينه فيه كأحكام تتعلق بالبيع أو الشراء أو الطهارة أو الصلاة أو الزواج أو الطلاق أو غير ذلك تابع أما من يصرف وقته حقيقة فيه أشياء تبعده عن الله تعالى وتبلد فكره ففي غالب الأحيان أن هذا لا يزيده من الله تعالى إلا بعد ما علينا نعود إلى موضوعنا الذي نحن فيه سأتكلم اليوم أيها الإخوة والأخوات عن أمر حث النبي عليه الصلاة والسلام على أن يبلغه الناس وعلى أن يواصلوا فعله دائما وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر من فعله بلغ به مرتبة المحبة بين المؤمنين قال صلى الله عليه وسلم لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ثم قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا ثم بيّن صلى الله عليه وسلم مدام أننا لن ندخل الجنة حتى نؤمن ولن نؤمن حتى نتحاب بيّن صلى الله عليه وسلم كيف نستطيع أن نتحاب ما هو السبيل الذي إذا فعلناه وصلنا إلى المرحلة التي نتحاب فيها فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم متحاببتم نعم يا رسول الله دلنا فقال أفش السلام بينكم يعني أنشر السلام بينكم سأتكلم في دقائق معدودة حول معنى السلام آدابه هل يسلم الرجل على أهل بيته إذا دخل أيهما من يبدأ الأول بالثاني الأب يبدأ ولده أم الولد يبدأ أباه لو دخل الأب على ولده هل يسلم عليه أم أن الولد بما أنه هو الأصغر المفروض أن يسلم على أبيه هذا كل إن شاء الله سوف نعرض شيئا منه لكني سأتكلم في البداية عن معنى السلام في اللغة والاصطلاح ثم بعد ذلك ندخل في الأداب الشرعي الواردة في السلام أما السلام فهو بمعنى السلامة أنت لما تقول لشخص السلام عليكم معناه أني أرجو لك السلامة من الآفات ومن كل شر أنت الآن تدعو له بأن يكون سالم منها والسلام هو من صفات من أسماء الله تعالى لذلك سمى نفسه جل جلاله بالسلام كما قال سبحانه السلام المؤمن المهيمن في آخر سورة الحشر والسلام أيها الإخوة والأخوات له عدة صيق إما أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا أو تقول سلام عليكم هذا أيضا ثابت لو مررت بمقبرة مسلمين قلت السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إذا كان السلام موجها إلى من ترجو إسلامه قلت السلام على من التبع الهدى مثلا وهذا كله ثابت في السنة كما سيأتي معنا بين الله تعالى أن تحية أهل الجنة هي السلام كما قال سبحانه وتعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام فبين أن تحية أهل الجنة هي السلام وأيضا كان السابقون يسلم بعضهم على بعض من الأنبياء اسمع إلى ما قال الله جل وعلا عن الملائكة لما دخلوا على إبراهيم قال سبحانه وتعالى وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى أول ما جاءوا إليه ماذا قالوا قالوا سلاما سلموا عليه قالوا السلام عليكم قالوا سلاما بماذا رد عليهم قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ يعني سلموا عليه ورد إذن السلام يجمع موجود في الأمم السابقة أيضا وبين الله تعالى أن هذا السلام أيضا يرد على من أهذاك لذلك قال جل وعلا وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ إذا تكلم معهم الجاهلون بكلام لا يصلح ماذا يفعلون يقولون سلام عليكم ويخرجون من عندهم أو يفارقونهم وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِنُونَ قَالُوا سَلَامَا ما يردون عليهم لو قال له الجاهل أنت أصلا ما تفهم أنت أصلا سفيه أنت كذا وكذا أنت بخيل أنت كذا يبدأ يذمه الجاهل لا تردع لك يقول سلام عليكم وتركه ما في داعي أن تبدأ تنزل إلى مستواه وتسببه مثل ما سبك به ذلك الله تعالى بيّن صفات المؤمنين وعباد الرحمن ماذا يفعلون إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام السلام أيها الإخوة والأخوات سلم الأنبياء على أنفسهم حتى إن عيسى عليه السلام قال وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت وسلم الله تعالى على يحيا قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا إلى آخر الآيات التي واردت في معنى السلام أيضا الملائكة تسلم على المؤمنين وقد تسلم عليهم في الدنيا كما ثبت هذا في سلام جبريل على خديجة فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام إلى خديجة لا يعني أنه ألقاه إليها مباشرة جبريل إنما بلغه صلى الله عليه وسلم إليها كما في حديث أبي هريرة قال أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل يا رسول الله هذه خديجة قد أتت قد جاءت إليك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب يعني لا فيه صوت مرتفع مزعج وليس فيه تعب والقصب هو اللؤلؤ المجوف والحديث في الصحيحين أنك إذا جئت تسلم وإذا خرجت تسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم إذا وصل يقول سلام عليكم قال فإذا أراد أن يكون فليسلم بيخرج قال طيب يلا سلام عليكم في أمان الله وخرج قال فليست الأولى بأحق من الآخرة والحديث عند أبي داود وهو صحيح وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم قولوا وعليكم أهل الكتاب هم الأمم السابقة من اليهود والنصارى كذلك بيّن عليه الصلاة والسلام فضل هذا السلام قال حتى إنه إذا مشى مع صاحبه وفرقت بينهما شجرة في أثناء الطريق يعني هما يمشيان الآن فجاءت شجرة فذهب هذا عن اليمين وهذا عن يسار ثم التقي قال فليسلم عليه من شدة حرصه على السلام قال عليه الصلاة والسلام إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه قال فإذا حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه والحديث عند أبي داود وهو حديث صحيح كذلك بيّن عليه الصلاة والسلام أن أبخل الناس من بخل بالسلام اللي يمر يدخل البقالة أول ما يدخل البقالة يقول عندك خبز طيب أخي يقول السلام عليكم قبل دخل إلى بيتها عجلوا الغداء طيب قل السلام عليكم يا أخي قبل ركب في السيارة مع صاحبه أول ما ركب قال بسرعة بسرعة نحن مستعجلون طيب يا أخي قل السلام عليكم قبل دخل إلى مرة في السوق بشخص فقال يا أخي لو سمحت أين المكان الفناني قل يا أخي قبل السلام عليكم فالأصل أن تبدأ بالسلام اسمع ماذا قال الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصحيح قال عليه الصلاة والسلام أعجز الناس الإنسان العاجز فعلا أعجز الناس من عجز في الدعاء اللي يعجز أنه يدعو قال وَأَبْخَلُ النَّاس مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ الإنسان البخيل هو اللي ما يسلم يدخل البقالة ما يسلم يركب مع صاحب سيارة الأجرة ما يسلم يدخل على أولاده ما يسلم يأتي إلى أصحابه ما يسلم أعوذ بالله لماذا تبخل بالسلام يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جارشا مرة وأقبل إليه رجل فقال السلام عليكم وجلس فقال عليه الصلاة والسلام عشر ثم جاء رجل آخر وجلس قال السلام عليكم ورحمة الله وجلس قال عشرون ثم جاء واحد ثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلس قال صلى الله عليه وسلم ثلاثون الصحابة قال يا رسول الله ما معنى عشر عشر عشرون ثلاثون فقال صلى الله عليه وسلم أما الأول فقال السلام عليكم فله عشر حسنات والثاني قال السلام عليكم ورحمة الله فله عشرون حسنا والثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله ثلاثون حسنا ذل هذه والإخوة والأخوات على فضل مثل هذا السلام وعلى فضل نشره أيضا بين الناس من أداب السلام أيضا أنه إذا سلم أحد على المصلي فإنه يشير إليه بيدك يعني أفرض أنك الآن تصلي فجاء واحد قال السلام عليكم فتشير له بيدك هكذا يعني تجعل بطن كفك إلى الأسفل وظهرها إلى الأعلى قل هكذا يعني عليكم السلام وورد أيضا أن يشير إليه إشارة عادية بهذه الصورة أو أن يشير بأصبعه أو أن يشير برأسه كل هذه قد ثبتت في السنة أن يفعل واحدا منها وهذا يدل أيضا على فضل مثل هذا السلام من أفضل السلام أيضا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وهذا الحديث عند أبي داود والمسنة ويدل على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بمن يسلم عليه وكذلك أيها الأحبة الفضلة من أحسن الأخلاق ومن أحسن آداب السلام السلام على الصبيان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما مر مرة بصبيان فسلم عليه مر بأولاد صغار يلعبون قال السلام عليكم وهو يمشي ثم التفت إلى الذين معه أنس أنس بن مالك صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم ولزمه في بيته وخدمه وخرج معه إلى المعارك ورجع فهو يعرف ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يكره ماذا يفعل وماذا يدع فلما مر أنس بها الصغار قال السلام عليكم ومضى ثم التفت إلى الذين معه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أنا ما فعلته من عندي أنا رأيت بعيني النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بأمثال هؤلاء الصغار أن يسلم عليهم والحديث عند البخاري ومسلم دل هذا على فضل مثل هذا السلام إذن إن بغي علينا أيها الأحبة الفضلة أن أطبق مثل هذا وأن نكثر منه لله جل وعلا وأن يصبح الإنسان متقربا إلى الله تعالى به ناشرا له عند الناس انشره عند الناس أكثر من السلام على أولادك لو ركبت زوجتك معك في السيارة وقالت طيب اذهب إلى أهري قولي أول شيء السلام عليكم جاء الولد إليك تخل إليك في مكتبك أو في غرفتك بابا أنا أريد كذا أول شيء ولد ماذا تقول السلام عليكم عليكم السلام ماذا تريد قال أريده أنا أشتري دفترا أريده قلما عودهم يا جماعة نعود أنفسنا جميعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدوكم على التأمين في الصلاة يعني يقول الإنسان آمين وعلى السلام يعني على إفشاء السلام لأنه ما عندهم مثل هذه التحية التي اتفقوا عليها جميعا ويأجرون بها بقي معي في الحقيقة بعض الأشياء تتعلق بالسلام لكن لعل إن شاء الله نكملها في حلقة قادمة أسأل الله لي ولكم أن نكون ممن يفشون السلام دائما أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يفشون السلام دائما يجرون عليه هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبركة على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر